يا حياتكم الله من يديد من الطبيعي أن تكون ممارسة الرياضة شيء ممل لدى الكثيرين أنا أشك في ذلك خصوصا أولئك اللي يتبعون حميات غذائية ويظنون خطأ أن الرياضة لا تساهم مع الحمية في إنقاص الوزن ولكن الرياضة من أهم العوامل التي تساعد على رجاح الحمية الغذائية راح يكون الحديث مطول وجميل جدا أكيد مع سميه إبراهيم اختصاصية التغذية العاجية صباح النور يا حياتي يابتنا الدمبل والحب المعاش والماء بالضبط فرح أتكلم اليوم عن موضوع الرياضة قلت فيه مقدمتك معلومة جدا صحيحة عند الناس اللي يسوي رياضة ما ينزل وزنة وفعلا غادة يعني إذا بلشنا رجيم مثلا خنقونا نحن بالعيادة وأحد معا يبلش رجيم وبنفس الوقت بلش رياضة وبلش الدمبلز أو اللي هو رفع الأثقال ممكن يهي بعد أسبوعين أو بعد شهر يشوف وزنة يا إنه نازل شوية يا إنه كلش منازل أو تكون شوية زايد أو في بعض الأحيان ممكن خاصة إذا كان الأثقال اللي هو وزنها عالي ممكن يكون شوية زايد تفييني وهو متحبط لكن لو أنا أسوي له وهو تحليل الدهون تعرفيني غادة اللي هو تمسكينه ويشوف لش كثر نسبة الدهون ونسبة العضل في جسمك فنشوف إنه نسبة الدهون قلت وممكن تكون نسبة العضلات زادة وبالتالي خلى الوزن نفس الشي في الميزان مع أنه يقولك أنه حسيت قمصاني صارت شوية وسيعة الحزام قمت شوية أضيجة بعد بزيادة لكن يكون الوزن نفس ما وهو هذه بحد ذاتها ممكن تكون إيجابية للأشخاص اللي متفهمين إنه قياساتي كانت قليلة وممكن تكون أنا أشوفها أكثر في عالم البنات إنه ليش أنا للحين مثلا بالسبعينات أبي أصير ستين مو مهم شنو التكوين اللي صار داخل أبدا أبي أشوف الوزن قل فبالحالات هذه ما هي شيء اللي هو أنا أنصح فيه لكن بس عشان موضوع التحفيز أقول لهم خلاص أول أسبوعين أول شهر لا تسووني برياضة خلاص يعني خلكم بس على الدايت ليش أنه راح ينزلون من الدهون ورح على الأقل أعطيهم اللي هو الحافز اللي هو ما يبونه بعدين لازم ندخل موضوع الرياضة لأنه انتعار فقط نزول الوزن باتباع حملة غذائية فقط خاصة إذا كان الوزن وايد زايد راح ينتج عنه صحيح نزول الوزن لكن من نفس الوقت ممكن تراهل يصير فيه الجسم وأيضا تقل عملية الأيد لأنه طبيعي غادة لمن الواحد ينزل وزنه إلا ما ينزل دهون وإلا ما ينزل همكتل عضلية فإحنا نبي ما نبي العضلات الشخصية يفقدها أثناء الحمية نبي حافظ عليها وعلى قوتها وعلى حجمها كون أن العضلات تحرق سعرات حرارية عشان تعيش فيه جسمنا أكثر من الدهون الدهون عبارة عن أجسام أو الأجسام الدهنية هي خاملة ما تستهلك وايد سعرات حرارية عشان تظل اللي هو في وضعها الطبيعي والعضل مهم حق الجسم يعني والعضل الأول يمسؤول هم عن عملية الأيد عشان شذي أنا أقول لناس اللي تشيل أثقال تحرق مو بس سعرات حرارية وقت النادي وإنما هم بعد النادي ممكن ينتد حدها إلى فترة النوم لأنه لما تزيد الكتلة العضلية هي كتلة نشيطة تحرق سعرات حرارية زيادة فممكن حتى وإحنا نايمين قاعد نحرق سعرات حرارية أكثر بسبب اللي هو وجود الأثقال عليكم بالأثقال وعليكم هتكون معاكم في البيت اللي يعبتها معانا شن هو سميين فهذه شغلة غادة أنا أفضل الأشخاص اللي ما يروحون النادي ممكن اللي يحب يروح نادي وهذه شغلة أنا أتفهمها على الأقل لما أنت تسوي بالبيت سواء أنت قاعد تمشي مثلا أو عندك الأجهزة بالبيت اللي قاعد تستخدمها ضروري يكون عندك الأثقال فيه وايد ناس يقول لك أنا بس أسوي جهاز المشي ممتاز جهاز المشي رح يقوي العضلات السفلية من الجسم واللي فوق يعني شلون رح تقدر تقوي وبالتالي وجود الدنبز أو وجود اللي هو الأثقال مهم جدا أن الواحد يدخل فيه نظام الرياضة مال مو بس يعتمد على موضوع الايروبكس أو الرياضات الهوائية الرياضات الهوائية جدا ممتازة لأن تحرق الدهون بصورة سريعة لكن ممكن أن أعقبها بعد ما أخلص من الرياضات الهوائية فيه رياضات مقاومة أو رياضات الحديد أو الرياضات اللي نسميها اللاهوائية أنت لما تشيل أثقال تبدو الكتلة العضلية عندك تكبر مو بس أن هي تكبر أيضا عملية الأيض رح تكون أسرع ونسبة الإصابة بهشاشة العظام وهذه معلومة يمكن مهمة حق السيدات نسبة إصابة بهشاشة العظام تقل أكثر عند النساء اللي يشيلون اللي هو الأثقال لأن الأثقال مو بس يتقوي العظل وأنا مهم يتقوي من العظام وبالتالي نسبة لما تكبر مثلا وحدة توصل لعمر معين نسبة الهشاشة تكون عندها أعلى بشكل طبيعي كون أن هرمون الاستروجيني اللي كان يحمي العظام بدأ يقل فإذا طاحت أو إذا تحركت هو حركة عنيفة تلاقيين خاصة عندهم هشاشة وائد قوية تبدو بسرعة تنكسر فمن الأسباب أو من الأمور اللي أنا أحمي أعظامي من الهشاشة نظام طبعا غذائي متكامل وأيضا موضوع الأثقال يا إبا أنا معاي بطلماي ليش لأن الحريم الكبار ما قد أقول لها أخذي أثقال يعني حتى تلاقي مرة كبيرة مثلا صعب أنه حتى هذا تستنكرت تقول شنو هذا بالضبط حتى هذا اللي ممكن 950 كيلو أو 0.75 كيلو وائد ممكن أنا أشوفه خفيف بالنسبة لها تشوفه وائد فبالحالات هذه أقول لها حتى البطل الماي العادي اللي أنتو عندكم يا وهو وزنة وائد خفيف بس مع التكرار لما تسوي مثلا 20 مرة راح تبدو تحسن لا والله تعبت أو لما تسوي 10 مرات فأي أشياء موجودة بالبيت مو مضرورة أنه أنتو تروحون وتشترون أمور معينة تكونون فيها اللي هو النادي في بيتكم حتى الأشياء اللي موجودة إحنا عندنا بالبيت في وايد أكاونتها تهم حلوة باليوتيوب غادي والريت إن شلون الأشياء الكرسي الطاولة الفراش الأشياء الأثاث حتى بيبي الياهل يستخدمينها عملية الأبس هذه صح يعني يقعدون الياهل على الريل وممكن أوهو يونسون أوهو يسهون رياضات بالضبط بالسوش الميديا هم في وايد أكاونتها تهم حلوة لأمهات فتلاقي ماسك الياهل ومثل ما قلتها يتسوي تمارين المعدة أو تشيلة يعني هي عارفة تكون مثقفة شنو العضلات اللي هي محتاجة أنها تمرنها وهم هذه شغلة إنه مو بس لما أنا أشتري الأفقال أقول خلص أنا شريت إن شون باستخدمها ما يصير استخدم مثلا على عضلة واحدة في كل يعني خاصة الحين الكبر عندها بس هذه إذا مو بس هذه عندك العضلة هنية العضلة اللي تحت لترايسبس فمهم من الواحد يتقف ولا بيشي بسيط الحين إحنا نفتحنا على الانترنت والسوشال ميدا فأي واحد ممكن ينديش على اليوتيوب ويشوف مثلا هوم أكسرسايزز أو الأداء الرياضي المنزلي باستخدام أدوات منزلية باستخدام الجسم نفسه ما لم يدعي أنا يكون عندي أثقال ممكن أنا سكواتينغ وأنا واكفة أو ممكن حركات متكررة بوزن جسمي أكثر أنا أقوي عضلاتي التشب بعد مو شرط على الجار ممكن على الطوف يعني الواحد بلحظة تري يسوي البوش أب أو البوش أب مثلا من الواتل البنات اللي مثلا عضلات الصدر عندهم مضعيفة وممكن تكون ركبتها بالأرض موضروري تكون كلها واكفة وتسوي اللي هي البوش أب شوي شوي الحين هذه من الرياضات اللي أنا أفضلها طبعا هي تعتبر متقدمة حق الناس اللي ما يمرسون الرياضة اللي هي البلانك البلانك هي رياضة تقوي من عضلات البطن أو اللي يسمونها الكور مسز عضلات البطن الصدر والظهر لما نشوفها احنا تشتيب الصورة ممكن أتخيل أنها سهلة لكنها ما هي سهلة فممكن لما الواحد يجربها أنا بيأطلب الناس اللي قاعد يشوفون الحين وقاعد يشوفون الحركة هذه بالشاشة أنه انتوا تجربوها الحين بالبيت هذه نفسها لكن السايد بلانك فهي يسويها مثلا نفس الصورة الأولى يحط ايتين هنا عشان تقوي عضلات البطن وهذه على ايد واحدة ممكن جهة اليمين وجهة اليسار جدا صعبة هذه جدا صعبة ولكن نتائجها وائد وممتازة رح تشوفون ممكن تقسيم البطن تبدأ تطلع عضلاتها حق الناس اللي متمرسين أفضل أنهم يسوونها لمدة دقيقة طبعا دقيقة ممكن تكون صعبة أول مرة لكن إذا يقدرون يوصلون لها دقيقة تكون وائد وممتازة الصورة اللي موجودة الآن هي لعبة في الوي احنا عندنا من المشاكل عجيبة اي احنا عندنا من المشاكل اللي نواجهها قادة أن الأطفال دائما قاعدين على البلاي ستيشن أو على الوي وقاعدين لعبون ألعاب فيها بس يعني التمريل الوحدي يقع يسوون تمريل أصابعهم بس لكن الصورة اللي حطيناها قبل شوي هي في ألعاب موجودة مثلا الصورة هذة هنا ففي أطفال موجودين لعبة هي بالوي لكن تتطلب حركة هي لعبة في هم جهاز معين يكونون حاطينها بالأغض يوقفون فوقها ويتحركون حق السباق حق مثلا لعبة سكواج فمنها أن أهم أطفالك قاعدين تسلون وانت قاعدين تعطيهم لعبتهم اللي أهم يحبون يلعبون فيها وبنفس الوقت قاعدين يتحركون نحن الحين اليهال غادة يردون من المدرسة يتغدون يحلون وانجباتهم وينامون ويجابلون الآيباد ويجابلون الآيباد اللي أهم قاعدين وارسونها شنو فوائد الرياضة بشكل عام غادة بالضبط الرياضة عنصر جدا منسي للأسف الناس دايما دولت حيايين على صيف ورح تشوفين الأعذار الصورة هذه طالما حطوها هي انتشرت فشوفي أن كلنا كل الأشخاص اللي زايد وزنهم عندهم شخص رشيق داخل لكن يحتاج أنه هو يتحرر وانا أشوف هذه فيها جدا إبداع أن شلون الواحد قاعد يكسر هو بنفسه الدهون اللي متراكمة في جسمها عشان يطلع ممكن يشتخ بمخيلتها أنه يكون شيء جذي في صخة وخلاص ويطلع شانزين والله غادة القامة الرشيقة اللي موجودة دا طبعا هذا تراكم الدهون اللي صارت عبر السنين مستحيل الواحد يتخلص منه في شهرين ثلاثة على قولتهم العمار هي بعد طول مدة بس الخرابة بسرعة يعني مثل السمنة ما شاء الله بيومين تزيدين عشرة كيلو عادي بكل بساطة نحن نحن يعني رمضان غادة فأنا للأسف مراجعيني في المستشفى يخافون من رمضان لأنه يمتنون لأنه سكر يتلعوز الأكل الرمضاني مع أنه فتت صيام طويلة فأهو المعتقد أن الواحد ينزل وزنه في رمضان لكن للأسف اللي قاعد نشوفه هنا غالبا يكون في زيادة في رمضان بسبب اللي هو الأطباق اللي موجودة في رمضان على عجالة نتكلم عن الفوائد بشكل سريع جدا سميل لأنه تنا الوقت يلا فمن الفوائد لممارسة الرياضة اللي هو تقلل من فنصة الإصابة بأمراض القلب وأيضا الكوليسترول وضغط الدم بشكل جدا ملحوظ تقلل من مثل ما أنا قلت منضوع حشاشة العظام بالنسبة حق الأشخاص اللي يعانون من الاكتئاب أو يعانون من اللي هو اضطرابات المزاج أو القلب الرياضة تحسن من مزاجهم مش أمية بالأمية طلبة الجامعة تركيز عندهم قليل يعني أنا أذكر أيام الجامعة كنت أخلص جامعتي وأخلص اللاب متأخر وأروح النادي أتمرن أرد البيت أحس نفسي فرش إذا ما رحت النادي كان يومي طويل بالجامعة ورديت البيت أحس فعلا سعبان لأن الرياضة أيضا تساعد في إفراز بعض الهرمونات لي تعطيكي السعادة وتنامين وتنامين بأريح بالضبط ويكون يتحسن أيضا من اللي هو طول النوم وعمق النوم أيضا شكثر أنا لازم أمارس رياضة بشكل سريع شكثر ساعتين ونص بالأسبوع هذه بشكل عام حق الناس ساعتين ونص ويوزعها على مدار السبع تيام على السبع تيام بالأسبوع سمية وايد مشكورة على الكلام الجميل اللي قلتي ويريت الكل يتبع هذا الشيء يعني خطوة بخطوة خلوا هذا تحت الكرفاية والحب البعض ممكن يساعدكم بشكل يومي بشكل بسيط أعداد بسيطة بالتالي رح تتعودون الرياضة جميلة والحياة أجمل وجودكم وتابعتكم لنا أجمل وأجمل من البيت العامر كويت بو ناصر كنا معاكم نكون دايم سلام